أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج التريند وقتنا معاكم بيجري بسرعة لكن قدر الإمكانة هستعرض المشاركات وقراء الجمهور بخصوص طبعا السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة على رأيكم على قرار اتحاد القرى بإيقاف محمد الشنوي أحمد وعمر محمد بيقول قرار ظالم أحمد مصطفى بيقول قرار مسليم طيب كمان إسلام يوسف بيقول ما عندناش مشكلة في الإيقاف لو اللعب غيرت يتعاقب المشكلة في العدل ما توقفش لقف الأهلي أربع مطشاط ولقف في فريق تاني مطش واحد بس محمد عوض بيقول قرار ظالم ويصير قريبة والشك من هذه اللجنة تجاه النادي الأهلي طيب دي كانت مجموعة من الأراء والمشاركات بخصوص تعليقات الجمهور على قرار اتحاد القرى أو تحديث عن إدارة المسابقات اللي اتخذتها بخصوص محمد الشنوي واتكلمنا في تفاصيل واتكلمنا في موضوعات كتيرة ونشوف اللي يحصل خلال التمانية واربعين ساعة القادمة لكن وانا بختم كلمة لجمهور النادي الأهلي في ثواني قليلة الأهلي في كاس العام الأندية مباراة في دحيل والفايز مع باير ميونيخ الألماني لازم تكون فرحان لازم تكون مبسوط الأهلي في مكانة كبيرة قوي 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 فلازم تكون مبسوط والفترة الجاية المباراة دي والأسماء دي مع الأهلي اللي هيلعب معها لازم الناس تكون أجواها والأتموسفير بتاعها مختلف عن المشاكل اللي موجودة في الدور المصر لأن الأهلي يوصل لمرحلة تانية خالص أعتقد رسالته وصلت لكل جمهور النادي الأهلي